موسيقى نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية نبدأها بالعناوين الحكومة تدشن ورشة العمل الخاصة بخطة استجابة الطوارئ للعام 2017 وتقول أن 26 مليون يمني بحاجة للمساعدات الضرورية في الغذاء والدواء قتل وجرح حوثيون في البيضاء والجوف والتعز والميليشيات الانقلابية تقصف قرى الصلوي وتنصب منصة صواريخ في دمنة خدير المقاومة الشعبية بتعز تجدد رفضها لأي مبادرات تشرعن الانقلاب أهلا بكم دشنت الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل التي نظمتها منظمة الأوتشا بالتعاون مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي بعدن وذلك لمناقشة وضع خطة استجابة الطوارئ للعام القادم 2017 وفي افتتاح الورشة التي حضرها ممثلين عن المنظمات الدولية والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني أشار نائب رئيس الوزراء اللواء الروكن حسين عرب أن هناك ما يقارب 26 مليون يمني من أبناء الشعب بحاجة للمساعدة ضرورية في الغذاء والدواء والمياه والصرف الصحي بسبب الحروب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية على البلاد ودعا اللواء الروكن عرب جميع المنظمات إلى فتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها بمساندة الحكومة الشرعية منوها إلى ضرورة تلافي القصور الذي شاب عمل المنظمات خلال العامين الماضيين قال السفير الأمريكي ماثيو تولر إن المجتمع الدولي متفق على عدم وجود أي مستقبل سياسي للمخلوع صالح للمخلوع صالح مؤكدا أنه سيظل مشمولا بالعقوبات وسيجري تفعيلها وأضف تولر في لقاء مع وزير الخارجي عبد الملك المخلافي والقائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن قال إن المجتمع الدولي متفق على عدم وجود أي مستقبل سياسي للمخلوع صالح وأنه سيظل مشمولا بالعقوبات وسيجري تفعيلها وأضف أن اللجنة الرباعية تسعى لإيقاف الحرب وإحلال السلام ومنع إيران من التدخل في اليمن وبحسب وكالة سبا فقد أشار تولر إلى أن واشنطن تشيد بدور الرئيس هادي مؤكدا استمرار التواصل والتشاور مع الحكومة اليمنية من أجل تحقيق السلام حذر قائد قوات الاحتياط والناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء الركن سامير الحاج ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من تصرفهم الخطير والغير مسؤول بعرضهم أو بعرضهم أصول المؤسسة الاقتصادية اليمنية للبيع وأوضح الحاج في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن الميليشيات الانقلابية قامت بعرض أصول المؤسسة الاقتصادية للبيع بمبالغ زهيدة تصل إلى 2 مليار بغرض نهبها وأضاف قائد قوات الاحتياط والناطق الرسمي باسم الجيش نحذر الميليشيات من هذا الفعل المشين كما نحذر كل من سيشارك في نهب وسرقة أموال الشعب اليمني سواء في البيع أو الشراء وأشار الحاج إلى أن هذا الفعل يعد جريمة سيحاسب عليها وسيحاسبهم عليها الشعب وستضم مثل هذه التجاوزات الخاطئة ستضم إلى جرائم الانقلابيين في سرقة أموال الشعب اليمني اعترضت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي صاروخين بالسيين أطلقتهم ميليشيا الحوثي وصالح باتجاه مدينة مأرب جاء ذلك في وقت شنت طائرة التحالف غارات على مواقع للمتمردين في كل من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران ومحافظتي المحويد وصعدة هذا وكبذت الميليشيات خسائر فادحة إلى محافظة الجوف حيث لقي سبع من ميليشيا الحوثي وصالح مصرعهم وأصيب آخرين في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية المتون وقال المصدر إن غارة جوية استهدفت الميليشيات وهم في طريقهم لتعزيز المسلحين الحوثيين بينهم قيادي ميداني بارز يدعى أبو كيان إلى الجوف حيث تفقد محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي أو تفقد محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي لواء النصر للإشراف على نزع الألغام من الطرق العامة بمديرية خب والشغف والشعف ونوه العكيمي بجهود وثبات لدى أبطال المعسكر من خلال صبرهم وتحملهم في سبيل خدمة هذا الوطن ومن أجل الدفاع عن المحافظة كما قام العكيمي بالإشراف على نزع عدد من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في الطرق العام في البيضاء سقط قتلى وجرح من ميليشيا الحوثي وصالح في مواجهات مع المقاومة الشعبية بمديرية والد ربيع وقال مصدر في المقاومة إن رجال المقاومة الشعبية شنوا هجوماً واسعاً اليوم على تجمعات للميليشيات بمديرية والد ربيع التابعة لقيفة بردع هذا وهزت عدد من الانفجارات العنيفة منطقة حمة صرار أعقابها هجوم واسع للمقاومة من أبناء قبائل قيفة على تجمعات الميليشيات وسط القرية والمواقع المحيطة بها وأشارت المصادر إلى أن الشباكات التي استمرت ساعتين تقريباً كانت من مسافة الصبر مؤكداً سقوط قتلى وجرح حوثيين لا يعرف عددهم بسبب تكتم الميليشيات على حجم الخسائر وجاء هذا الهجوم أو هجوم المقاومة الشعبية من أبناء قيفة ردع على قصف الميليشيات الانقلابية بشكل هسري لمنازل المدنيين في صرار الجشم بقضائف الهام في غضون ذلك أقدمت الميليشيات الانقلابية على إغلاق جميع المحلات التجارية في منطقة حمة الصرار وشنت حملة مداهمات لمنازل المدنيين بشكل همجي واختطفت عدداً من الأهالي وسط إطلاق نار كثيف في الهواء وباتجاه المنازل ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين كما شهدت جبهات القتال في مناطق مديريات قيفة بردع تصعيداً غير مسبوق في المواجهات بين الرجال المقاومة الشعبية من أبناء القبائل من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى اختطفت ميليشي الحوثي وصالح ستة من معلمي المدارس بمديرية الوازعية غرب مدينة تعز وقالت مصادر محلية إن الميليشيات قامت باختطاف المعلمين الستة أثناء مقابلتهم لجنة المرتبات المعينة أو المعنية من قبل الانقلابيين ميدانياً قتل سبعة من ميليشي الحوثي وصالح في معارك مع الجيش الوطني والمقاومة بعدد من الجبهات هذا وقال مصدر في المقاومة إن المعارك التي دارت في جبهات المدينة وريفها أسفرت عن مقتل سبعة من الميليشيات الانقلابية وأصيب إثنى عشر آخرين بالمقابل استشهد اثنين من المقاومة وأصيب سبعة آخرين هذا وواصلت الميليشيات قصف قرى الصلوي بصواريخ الكاتيوشا حيث قصفت قرية الصعيد بثلاثة صواريخ كاتيوشا من منطقة ورزان فيما تواصل الميليشيات الانقلابية تعزيز مواقعها في قرية الشرف بالصلو وذلك بمدافع وأطقم عسكرية تأتي هذه التعزيزات بعد خسائر فادحة لحقت بها خلال مواجهات في اليومين الماضيين ومقتل المشرف العامل الميليشيات بالصلو وفي سائلة الغدير بدمنات خدير نصبت الميليشيات الانقلابية منصة صواريخ جديدة لتواصل قصف مختلف لمناطق الحجرية جدد مجلس تنسيق المقاومة الشعبية بتعز موقفه الرافض لأي مبادرات تشرعن الانقلاب وتتجاوز تضحيات الشعب اليمني كما أشاد بصمود أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في وجه الميليشيات الانقلابية المتمردة جاء ذلك في اللقاء الدوري للمجلس الذي ناقش العديد من القضايا المحلية وفي مقدمتها ترتيب الأسواق داخل المدينة وكذا أيضا تفعيل دور شركة النفط وتوفير المشتقات النفطية وبالسعر الرسمي كما تم مناقشة وضع اللجان المنبثقة من المجلس وتفعيل دورها وأدائها بما يخدم أبناء المحافظة الوضع الصحي بمدينة تعز وصل إلى حد العجز بل المنظومة الصحية يصفها الكثيرون بالمنهارة وسط الإهمال الحكومي وغياب المنظمات الزميل الأمين دبوان يسلطنا أو يسلط الضوء على ذلك في هذا التقرير منظور ضاقة الشمسية هذه ليست للإضاءة والرفاهية بل تبرعت بها مؤسسة خيرية لتشغيل الفراش الطبي الذي يمنع التقرحات لا غرابة فالإهمال الحكومي بالمدينة اقترن بوضع صحي منهار وجريح المقاومة علي محمد في مدينة تعز سببت له إصابته إعاقة نصفية على الجميع حقوق لهؤلاء الجرحة لم يبذل منها شيء كلما نرى من فاعل الخير عبر مؤسسات من هنا وهناك من مبادرات حتى ما قدم للجرحة لا يعد يذكر أمام التضحيات التي قدمتها تعز ومع انهيار الوضع الصحي أيضا يصبح مرضى الفشل الكلوي يجمعون التبرعات لشراء الأدوية أمام مركز غسيلهم ما معناش حق هبارين معنا حقات مهم جدا يعني نحتاجها بالغسيل مش موجودة نقمع حق اللي نقدر نمشي بنفسنا قلنا لأهل الخير يالله قمعوا لنا وذا احنا امراض لا معنا لا دخل بحرب ولا ندخل احنا نعرف غسيل بس كادر طبي يرفع لافتات باللغة العربية وأخرى بالانجليزية ويصطف في طابور احتجاج للمطالبة بإنقاذ مستشفى الثورة الحكومية المشفى الأبرز بالمدينة لا غرابة أيضا فأنت في وضع صحي منهار نفايات وقمامة والطامة الكبرى أنها أمام المستشفيات الأماكن المفترضة بأن تكون الأقل تلوثا لكن أنت في تعز وفي وضع صحي منهار أيضا قضية الجرحة الأكثر إيلاما لما يحدث فهم يعانون ما قبل الإصابة وأثناءها وما بعد الإصابة وتلك معاناة تؤدي إلى الوفاة أحيانا كثيرة حمزة عبد الملك جريح الجيش والمقاومة هذا يموت تدريجيا برعاية حكومية فهو بلا أدوية منذ أسابع وعد مني سألتقط له صورا بعد مماته لتبقى وصمة عار في جبين الجهات المعنية أمين دبوان يمن شباب تعز إلى ذلك تفقد قائد معسكر الصدرين بمحافظة الضالع العميد عبد الله مزاحم جبهات القتال وموقع سطاح شرق شمال موريس المطلع على مدينة ديمت ترجمة نانسي قنقر نحن على بعد أمتار قريبة من ديمت وهذه الحارة هو خلفنا نحن إن شاء الله ثابتون وصامدون والمستقبل شهيد بيننا وبين الحوالي أحيى مئات اليمنيين ذكرى استشهاد الشهيد القائد نائف الجماعي في حفل جماهيري حاشد في كلية التربية بمدينة مأرب مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده لنا الزميل عمر المقرمي كما يكون الخير في حياة العظماء يكون الخير في استشهادهم أيضا هكذا يقول التاريخ ذلك لأن حياتهم عطاء كبير واستشهادهم تنبيه إلى من بعدهم ليحملوا الفكرة ويواصلوا كفاحهم النبيل بغية المقصد العظيم والهدف الأسماء في ذكرى الشهيد القائد نائف الجماعي تتزاحم المشاهد في البلاد وتبرق أسماء القادة في جنباتها مواقفه صفحات تاريخ لكل الناس قائد يشارك مع من معه المصاعب والمخاطر وبصلابة جبال مدينته قاد المعركة رحمة الله على الشهيد نائف لكان طبعا أنا لم أعرفه شخصيا ولكن من خلال بعد استشهاد عرفنا وسمعنا عنها الكثير وحب الشعب له بشكل عام سواء من كل محافظة اليمن فتلقى أن هذا الرجل عظيم وبناجي العظيم لها الرحمة والشهداء جميع الرحمة وإن شاء الله سيخطو كل أبناء الشعب المنى عن بادة الذي اختطى هذا الشهداء في مدينة الجمال وسط اليمن كانت المعارك تستعر فيأخذ القائد الجماعي بالجام رغباته ويقود المعركة بنفسه في ميدان تجلت فيه الرجولة واشهر عبارته يكمن العز تحت حد السلاحي صدى ذكر السشهاد القائد نايف الجماعي يلامس كافة الجباهات ويذيق الميليشيا مرارة الفشل عن غزوها للمدن حيث لم تجد سوى صواريخ الكاتيوشا وسيلة تغطي بها عقزها بعقز أكبر أنا يعلم الله أنني سعيد جدا سعيد بأن الله سبحانه وتعالى أختار له هذه الخاتمة الطيبة خاتمة العظماء رحمة الله تغشاه أحبه الله فأحبه الخلق أجمعين سنة تماما مرت من استشهاد الشيخ رحمة الله تغشاه الناس لم تتسوح لحظة واحدة كما أن الغفلة والنسيان بذكرى هؤلاء القادة ونضالهم يسهمان في إقفال أبواب الحرية التي طرقها هؤلاء القادة بكفاحهم المسلح ولا كذلك يجدي البكاء صارت الدمعة تساوي قطرة دم ويبقى الشهيد الجماعي تاج على هامات الأحرار فالنصر لا يأتي جزافة هكذا كان يتحدث الشهيد ولا يأتي كذلك من دون رؤية أو استراتيجية مقاومة لذا كان الشهيد الجماعي يستلهم الحضور الرؤيوي الذي يجعل المقاومة أكثر تماسكا وتحت قيادة واحدة قيادة تتحمل مسؤولية تأسيس أفق النضال من أجل حسم المعركة واستعادة الدولة فلا مفر اليوم من دعم وإسناد المقاومة بكل السبل وسوف تفاجئ العالم بأسره لأنها ستعلن نهاية المرحلة برمتها عمر المقرمي يمن شباب مأرب دشنا في مدرسة الشهيد محمد هائل بمدينة مأرب مشروع الفصول الدراسية البديلة بهدف تخفيف للزحام الشديد في مدرس المحافظة التي نزح إليها أكثر من مليون يمني من المحافظات الأخرى المشروع مقدم من مؤسسة العون للتنمية ومقرها حضر موت كما تهدف إلى المساعدة في السئناف العملية الدراسية والتخفيف من مشكلة للزحام الخانقة للطلب والنازحين في مدارس مأرب اليمنيون الساعون لتحرير كامل أرضهم من سيطرة الانقلاب يمضون في طريق واضح ويتجلى عزمهم هذا من خلال مبادرات نوعية كمبادرة رعتها قيادة محافظة مأرب لابتكار كاسحة ألغام وتطويرها عبر إعادة هندسة آلية أو هندسة آلية زراعية المزيد في هذا التقرير الحاجة أم الإختراع مقولة تحققت إحدى حالاتها في مأرب ففي بادرة هي الأولى على مستوى المحافظة واليمن تمكن أحد المزارعين من تطوير آلة زراعية وتحويلها إلى كاسحة ألغام طوال عامين ماضيين زرعت ميليشي الحوثي وصالح الآلاف من الألغام التي حصدت أرواح المئات من الواطنين بينهم عشرات الأطفال حتى يومنا وزادت معاناة المحافظات بين عدام توفر كاسحات للألغام الحاجة إلى كاسحات الألغام دفع إلى ولادة مبادرة هندسية فريدة برعاية من السلطة المحلية لمحافظة مارب وجاءت المبادرة في سياق حماية المواطنين والحد من سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء نتيجة الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشي الحوثي والمخلوع وقد حازت كاسحة الألغام المحلية اهتماما واسعا وحضر محافظ مارب اللواء سلطان العريادة ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد المقدشي تدشين تجربة الكاسحة وشهد المحافظ ورئيس هيئة الأركان وعدم الضباط اللحظات الأولى لدخول الكاسح حيز العمل والتنفيذ وأكد اللواء المقدشي بأن القوات المسلحة سوف تولي مثل هذه المبادرات كل الاهتمام والرعاية نشكر الأخ المهندس حمد محسن طعيزان الذي قام بدوره زي ما تكلمت أنه كان في بناء السدود وبناء الهدور في بناء الزراعة وفي كذا فقام في بناء حماية الإنسان وهي فعلا حماية الإنسان الآن ودعم الإنسان لأن هذه تنفعنا كثير جدا زي ما تشوف أنتها الآن في مناطق كثيرة لم ندخلها حتى وقد استقلت تحررت لم نستطع دخولها في مناطق وإن شاء الله أن نشوف التجربة الآن وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا ونسحنا سنكون جهتنا في القوات المسلحة برعاية المبدعين أمثال الأخ حمد وربنا يوفقكم وشكرا جزيلا محافظ مأربا لواء سلطان العلادة قال أن من الأسباب التي دعت للتفكير بهذه الخطوة هي كثافة الألقام التي زرع أهل الإنقلابيون في المحافظة وما جاورها منوها إلى طبيعة المبادرة وهو المراحل التي مرت بها مشيرا إلى أن المبادرة انتقلت إلى القوات المسلحة كونها الجهة المخولة بالصناعة العسكرية عندما سمع أن هناك ما يزيد عن 35 لغم في محافظة مأرب لوحدها فضلا عن بقية محافظات الجمهورية التقى معي الأخ حمد وقال أنا لدي فكرة لابد أن أعمل عمل إنساني كبير بإذن الله يكون عونا في هذا المجال ويكون مساعد للقوات المسلحة للجيش الوطني في مجال اختصاصه فبدأ يصنع هذه المعدة التي ترى هذه كاسحة ألغام بإذن الله تعالى استطاع أن يجربها بإذن الله وأثار بها أحد الألغام فأحببنا أن يكون الأخ رئيس الأركان على رأس المطلعي اليوم على هذا العمل وهو الأخ حمد محسن المهندس الذي تقدم بهذا الموضوع إلينا ومن ثم نسلمه للأخ رئيس الأركان الذي هو يمثل القوات المسلحة وتكون أمورنا منظمة وعبر المؤسسات لا نخرج عن هذا الإطار وبفق الله الجميع وشكرا تثبت مبادرة تطوير آلة زراعية وتحويلها إلى كاسحة ألغام عزم اليمنيين وعملهم الدؤوب لدحر الإنقلاب ومخلفاته ومن ذلك الآلاف من الألغام التي زرعتها ميليشي الحوثي والمخلوع بهدف قتل اليمنيين ذياب الشاطر يمن شباب مارب ختم النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الحكومة تدشن ورشة العمل الخاصة بخطة استجابة الطوارئ للعام القادم قتل وجرح حوثيين في البيضاء والجوف وتعز والميليشيات الإنقلابية تنصب منصة صواريخ في دمنة خدير المقاومة الشعبية بتعز تجدد رفضها لأي مبادرات تشرعن الانقلاب نهاية النشر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر